ولكن أتحول لسيد أحمد مصطفى سيد أحمد توقفت عند طرح سيدة شارلوت لزلي حينما علقت بأن الشعب البريطاني لا يتفاجأ بعدم إفاء أساس البريطانيين بالوعود التي وعدوها للشعب البريطاني كيف يمكن أن نفسر ذلك أولا؟ وبالنظر لعام 2023 وهذا حصاد في حلقة اليوم نتحدث عن تراجع بريطانيا في خطتها المتعلقة بالمناخ كيف تجد هذا الأمر أيضا؟ من نهاية ما ذكرته نائب السابقة ضافتك الكريمة ليس فقط أن كيرسترمر لا يحمل عصن سحرية ولأنه لا يعد بما لا يمكن أن يفي به لكن لا أظن أن حتى حزب العمال لديه حلول لهذه المشاكل التي تواجه بريطانيا خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد وفي مواقفهم المعلنة بغض النظر عن برنامج الحزب هو أقرب كثيرا لمواقف الحكومة الحالية مواقف حكومة حزب المحافظين أما مشكلة حزب المحافظين وحصاد هذا العام فمن ناحية لا يمكن تحميل ريشي سوناك وحده نتيجة ذلك فهذا حزب يعاني من مشاكل داخلية منذ أكثر من أربع سنوات على مدى أقل من أربع سنوات تغير أربع رؤساء للحزب وأربع رؤساء للحكومة هناك أزمات ومشاكل داخلية أجنحة مختلفة ما بين يمين الحزب المتشدد وما بين الوسط وما بين الطيارة الأكثر لبرالية في حزب المحافظين هناك خلافات دائمة أسقطت ثلاث حكومات من قبل لكن هناك أيضا مسألة مهمة جدا أن ريشي سوناك تحمل قدرا كبيرا مما وصلت إليه الأمور في بريطانيا خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد ما الذي سيفيد سيد أحمد عذرا لمقاطعتك؟ يعني بماذا نستفيد من مسألة تحمل للمسؤولية؟ ما هو العقاب على كل هذه الأزمات المركبة والمتداخلة والتي لم تحل حتى الآن؟ ما هو عقاب عدم الإفاء بالوعود؟ أعتقد أن العقاب واضح كما ذكر مايكل استطلاعات الرأي كلها في الأسبوع الأخيرة تشير إلى فارق كبير جدا بين حزب العمال وحزب المحافظين لو جرت الانتخابات اليوم سيفوز حزب العمال ربما ليس بأغلبية كاسحة لأنه أيضا الناس كما ذكرت ضافتك الكريمة لم تتثق كثيرا في وعد السياسيين ربما يفوز الليبراليون الأخرار أكثر بنسبة أكبر من الأصوات التي لن تذهب للمحافظين لكن هذا هو العقاب العقاب هو الناخبين هل سيذهب ريشي سوناك إلى انتخابات في شهر مايو القادم كما متوقع؟ هذا قرار بيده أعتقد أنه سينتظر حتى يعلن وزير خزانته جيرمي هونت عن ميزانية الربيع في مارس القادم وربما تتضمن إغراءات انتخابية ليست بالضرورة صحيحة اقتصاديا كما يتعلق بحزم درائب وغيره اشتركوا في القناة